يا سادة البساطة هي في الحقيقة هو البعد عن التعقيد محدش قول البساطة في مقابلها ان الواحد يبقى عميق لا 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 ما تكذبش على نفسك البسيط في مقابله الشخص المعقد مش الشخص العميق لا خالص ما تقعدش توهم نفسك بأشياء كتيرة والبساطة في حياتنا هي اللي تخليك قريب من حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لان في الحقيقة البساطة هي عنوان احد اهم عنوين الايمان لان المؤمن يألف ويؤلف ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف فلازم نفهم كده وسيدنا عمر بن الخطاب ايه اللي حصل جاله قابله شخص فاستضم فيه وماشي في الطريق خبط فيه فسيدنا عمر ايه اللي حصل الراجل قال له انت اعمى فسيدنا عمر قال له لا فالناس بعد ما مشي الراجل قال له انت امين مؤمنين وراجل ده خبطك ويكاد يكون سبك قال لهم مين قال كده الراجل سألني سؤال قال لي هو انت اعمى فقلت له لا ايه الجمال والبساطة دي اه الجمال والبساطة دي ده اللي تعلمه سيدنا عمر من رسول الله لما الراجل جاء قمع ليتكلم بين يده الرسول الله صلى الله عليه وسلم فاخذته الرعدة اتخض والخاف حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال له هون عليك يا اخي فاني لست بملك انما انا ابن مرأة كانت تأكل القديدة في قريش يبقى ايه اللي حاصل يبقى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان بسيطا والبسيطة عندنا هنا الشخص البسيط دايما بيبقى باب من ابواب الرحمة ولذلك البساطة ما نزعت من قلب عبد الا ودخل الى هذا القلب القسوة ولذلك كلما سقبت البساطة في قلب عبد تجلى الله عليه باسمه الباصط فيبسط له وتلاقي الشخص ده جميل ومريح ولذلك حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ويرتاح الشخص ده من نار الدنيا قبل نار الاخرة فين الكلام ده حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه في حديث سيدنا عبد الله بن مسعود ألا أخبركم بمن يحرم عليه النار ومن تحرم النار عليه على كل هين لين قريب سهل ليه بنقول هين لين ما قلناش هين لين لأن الأئمة وأهل اللغة زي ما بيقول ابن الأعرابي كده إن العرب ماذا؟ تمدح بالتخفيف هين لين وتزم بالتشديد فحضرة النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ الشخص الهين اللين القريب السهل ده تحرم النار عليه وهو يحرم على النار يبقى إذن حضرت النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك خليك بسيط خليك سهل والناس اللي بيعيشوا بالبساطة أنا عارف إن أنتو بتشتكم الأوجاع صح؟ بتشتكم الأقلام وحاسين دايماً حياتكم مليئة بالأوجاع الشخص البسيط الأوجاع تنشن فما تجيش فيه قلبه ما يتوجعش الشخص البسيط إيه اللي حاصل؟ هذا الهين السهل القريب هو بقى هين وسهل وقريب ليه؟ لأنه في حمى الله عارف؟ الشخص البسيط ده في حمى مولاه ولزايك فيه ناس كتير رجالة بنشوفهم بيشعلوا بيتهم ويولعوه عشان هو مش بسيط لكن شوف حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان مع أهلي كاللما يدخل البيت يسأل على عندكم منطعام؟ يقول لا يا رسول الله فيقول إيه؟ إذن إني صائم فجعل بكل بساطة التقصير اللي هو شايفه المفروض فيه تقصير في البيت فجعل ده بكل بساطة باب من أبواب فتح الفرص للعبادة ولذلك من صدق حب العبد لله سبحانه وتعالى أن يكون بسيطا لأنك لن تكون بسيطا إلا إذا علمت أن الله سبحانه وتعالى بارك لك فيما أعطاك فالإنسان كلما كان بسيطا يبسط له في نفسه فيكون وعاءه أوسع فيتنزل عليه المدد بالبركة ولذلك هل إحنا في هذه الحالة من البساطة هل يكفيني الرزق ده لما يكون بسيط آه يكفيه وهو ده اللي هيتحقق فيه حديث رسول الله عليه وسلم حسب ابن آدم لقيمات يقيمنا صلبة ده البسيط اللي يحصل له كده اللقيمات اللي يقيمنا صلبة لما يحس بالبركة كمان بس لازم نتأكد أن البسيط هنا مش معناه أنه هو شخص مهمل لا ده شخص ربنا جعله كده عشان نعرف أن ربنا بيتجلى على بعض الناس أن هم يشوفوا أنوار حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ويعيشوا بأسرار حضرة النبي واعلموا أن فيكم رسول الله ويبقى فيهم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فالبسيط هو رحمة الله للعالمين رحمة في سر من أسرار الرحمة لما تقعد معاه تتبسط لما تقعد معاه عارف البسيط ده اللي احنا بنقول عليه لما تشوفه تحس أن الدنيا لسه فيها خير البسيط عشان نعرف أن البسيط من عالم الوسع يبقى البسيط ده برضو من معاني البسيط أن البسيط الواسع فالشخص البسيط رزق واسع صدر واسع لأنه هو عايش في حضرة الواسع سبحانه وتعالى